الحقيقة أنه إحنا موضوع حلقتنا النهاردة هو موضوع خاص جداً بدرجة انتماءنا ودرجة وعي الشباب الوطن درجة وعي الشباب وحتى الأطفال بحكايات بلده بحكايات مصر بشكل عام أستاذ عمر خليني أبتدي بحضرتك وخليني أعرف من حضرتك من وجهة نظرك ومن خلال اطلعاتك وكتاباتك واحتكاكك بالوسط الثقافي شايف قد إيه إقبال الشباب وتحديداً أنا أصدق أتكلم عن الشباب على الكتب اللي ليها علاقة بتاريخ بلده على الكتب اللي ليها علاقة بأحداث التاريخية والأحداث المهمة اللي حصلت في بلده أكتر من قبل كده أكتر من قبل كده يعني حررتك شايف أنه الأحداث اللي حصلت دلوقتي حركت فينا أن إحنا بنبحث عن المعلومة الحقيقية بنبحث عن التاريخ بنبحث عن التفاصيل اللي ممكن تكون احنا كشباب كلنا ما نعرفهاش بالزبط هي الاحداث زودت البحث في الكتب دي وقرأتها اكتر لكن هي موجودة اصلا في الشباب اكتر من الجيل بتاعنا وهي المفروض ان هو الابن يكون افضل من الاب لو حصل العكس يبقى فيه مشكلة ايه فيه مشكلة اجتماعية وفيه مشكلة اخلاقية وفيه مشكلة تربوية الطبيعي جدا ان الشباب يعني يبقوا افضل من الجيل اللي قبلوهم فانا من قليلين اوي بشوف ان هم افضل بالفعل يعني هو حتى دايما لما بدينا نتكلم عن السوشيال ميديا ان هي اصرت على الشباب موش بيقروا موش احنا عشان جيل اقدم شوية ممكن بقى حزبتنا مش صح يعني ممكن نحسب ان هو وزعنا كم كتاب ورقي لكن هما مثلا ما بنسألش نفسنا هما اتقارى كم كتاب على ابجد اتسامع كم كتاب الصوتي الحياة اللي هي التكنولوجية دي زودت نسبة القراء وخلت فيه اهتمام اكبر بالرواية بدليل ان من 15 سنة كده او من 20 سنة ما كناش بنسمع ابدا عمرنا ان فيه رواية عملت 20 طبع و30 طبع و50 طبع ده ما كانش موجود اصلا ولا حتى في عصر نجيب محفوظ ايه لان كان الوعي كان اقل والثقافة المعرفة والاحتكاك بالقضايا الشائكة اللي زي فكرة الهوية وفكرة المقاومة وفكرة الانتماء بشكل عام سواء زي ما حارك قلتي لمصر او العالم العربي اللي انها لانتماء قومي وانتماء اقليمي دي اتصور انها زادت ما قلتش اتصور ان الشباب بيقروا اكتر مني نحن